السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد مع خبر مأسوي من الدرجة الاولى وخبر غريب جدا انا تأكدت من الخبر بالنسبة 100% لذلك قررت ان اصور دي الوقت لاني الخبر مش هستحمل يستنى للصبح عاوي سأقول لك ان الحكومة الامريكية قررت حظر التعامل مع شركة شاومي بالفعل زي ما انت سمعت الحكومة الامريكية عندها تلت قوائم للحظر تلت قوائم سوداء من دونهم القايمة اللي فيها هواوي وهي دي القايمة اللي الحكومة الامريكية قررت تحط شاومي فيها وقالت ان اي شركة امريكية لها اسهم في شركة شاومي او لها حصة او تعامل مع شركة شاومي قدامها مهلة لحد نوفمبر 2021 بعد كده الحصة دي او الاسهم دي هتروح عليها كليا والسبب الوحيد اللي الحكومة الامريكية صرحت عنه هو ان الشركة شاومي تابعة للجيش الصيني او زي ما بتقول الحكومة الامريكية ان الشركة شاومي تابعة للجيش الصيني وهي بقى خايفة من موضوع التجسس والحركات دي يعني تقريبا نفس ما حصل مع هواوي ولكن ما فيش اي معلومات او اي كلام عن شركة جوجل وهل هيكون في حزر للتعامل شركة جوجل مع شركة شاومي ولا لأ ولكن لو هنفكر بالعقل اعتقد ان دي هتبقى نفس نتيجة شركة هواوي لان شركة جوجل شركة امريكية ومش شركة سهلة الشركة لها افرع في جميع الحق العالم وشركة عالمية من الدرجة الاولى واكيد طالما الحكومة الامريكية قررت عدم التعامل مع شركة شاومي وقالت اني مفيش ولا شركة هتعامل فولابد ان شركة جوجل هي كمان دقائق مع شركة شاومي بس حتى الان مفيش اي معلومة جات من ناحية شركة جوجل انا مش هارس اقول لت كلاما مش اتأكد منه لكن مش بعيد خلال شهر شهرين نسمع ان شركة جوجل انهت تعاملها مع شركة شاومي لحين يعني موافقة الادارة والحكومة الامريكية على عودة التعاون مع هذه الشركات ولكن اللي انا شايفه وقلت في فيديو قبل كده في فيديو هواوي بالتحديد ان كل الشركة على مستوى العالم هتبدأ تعمل نظام نفسها وتشتغل عليه طبيعي طبيعي حصل مع جوجل فلازم ان الشركات تانية تاخد يعني حزارها وتبدأ انها كمان تشتغل على النظام الخاص بيها وده اللي اكيد بيحصل مع جميع الشركات حاليا تحسبها لأي ظرف زي كده بس السؤال هنا هل لو شركة شاومي حصلت هواوي انت هتقطع شاومي وهل نظام شاومي الجديد لو طلع هل مش هزين نسبة لأحداث بس لو طلع هل هنقدر فعلا نستغنى عن خلالات جوجل انا شايف فعلا ان الناس بعد كده هتقسم لكذا اتجاه فيه ناس هترتاح للهارموني او اس بتاع واوي وزي ناس مرتاحها مع الاو اس بتاع عابل وزي ما كان فيه ناس مرتاحها مع المايكروسوف بس مش عارف في الدنيا ماشي على ايه وإيه اللي الحكومة الامريكية نوي عليه وإيه اللي بيحصل في العالم التكنولوجي اللي احنا فيه بس ده كان خبر مهم جدا ما نفعش يستنى حبيتها وفيك بيه فشارك برايب في تعليق انت قرارك في الكلام ده هل فعلا نهاية شاومي مع امريكا هتكون زي نهاية هواوي مع امريكا ولا لا وديك هتكون لحاجة في فيديو النهاردة عن الخبر الغريب والحزين والمأساوي اتمنى يكون الفيديو عجبك وما زعلكش وضفت ليك معلومة جديدة لو الفيديو عجبك وكتساش تدعمني بلايك عشان قدر استمر بكل معلومة جديدة قدر اوفيك بيها اشتركوا في القناة